طيب هنتكلم عن ايه النهاردة هنتكلم عن الينسون احنا الينسون اغلبنا بنعرفه حب اسفة مطحون كتير لما بقول للناس مثلا لكون بعمل برياني او كده اقول مثلا نجمة ينسون يبعثوا فيه كتير بيبعثوا ليقولوا لي يعني ايه نجمة ينسون دي بتتلاقى فين ادي شكل نجمة الينسون عندنا اهي زي ما انتو شايفين اهي شايفين شكلها اهي طيب ايه بقى فوايد اصلا الينسون اللي هو اصله نجمة الينسون هقول لكم دلوقتي عن فوايد ليه علشان تعرفوا قد ايه مهم ان احنا نستعمله انا فعلا لما بروح اي حتة وتبقى الساعة معدية الخمسة او الستة على طول بشرب ينسون يعني حتى هنا اول ما بدخل القناة عارفين كلهم غدا جات على طول كباية الينسون وراها وحنروح بعيد لهاي كباية الينسون على فكرة جنبي برضو دايما انا بحب اشرب الينسون طيب ايه هي فوايد الينسون الينسون بيساعد في تحسين جهاز المناعة وبيقوي الجهاز المناعي عشان كده احنا النهاردة بنقول ان الشرب ده مع الحاجات التانية هو لتقوية جهاز المناعة وبيكافح العدوى والامراض المختلفة وده اللي احنا قلناه برضو ان المشروف ده هيساعدنا في ان احنا نقاوم الامراض اللي بتيجي من تقلبات الفصول كمان ليه هو بيعمل الحاجات دي يعني ليه هو بيحسن المناعة وليه بيساعد في مكافحة الامراض والعدوى لأنه بيحتوي على مضادات الأكسادة والبكتيريا والالتهابات وهو كمان مش بس كده هو بيساعد على تحسين البشرة إزاي؟ بيقاوم حب الشباب مقاومة حب الشباب دي إحدى فوايد الينسون لأن شرب الينسون بانتظام من الممكن أن يساعد على التخفيف من حدة حب الشباب وبيساعد في أنه تلتأم الجروح بسرعة وكمان بيساعد أهم حاجة في تهديئة الأعصاب يعني هو بيهدي الأعصاب علشان كده أنا بحب أشربه وعلشان أهدي أعصابي فهو كتير مفيد عشان إحنا فيه حاجات كتير في الحياة بتخلي الواحد للوقت يتوتر والواحد بأعصابه مجدودة فالينسون كتير مفيد